المظاهرات التي تجري في أكثر من مكان في عالمنا العربي والإسلامي هي مهمة على درجة عالية من الأهمية لكن الأهم هي المظاهرات التي تحصل في واشنطن ونيويورك ولندن وباريس ودول الغرب الأوروبي لأنها تضغط على حكوماتهم الوقت هنا يضغط على العدو وعلى من يحمي العدو اليوم حتى أولئك الذين من الدول من رؤساء الدول الغربية الذين كانوا يقولون في الأيام الأولى لا يجوز وقف إطلاق النار وأن وقف إطلاق النار هو مثل مصلحة حماس ومصلحة المقاومة في فلسطين اليوم كل هؤلاء انضموا إلى الأصوات الداعية إلى وقف كامل لإطلاق النار لم يعد هناك أحد في العالم يدعم استمرار هذا العدوان وهذا القتل إلا الإدارة الأمريكية ومعها الملحق التابع الصغير الإنجليزي التابع للإدارة الأمريكية حتى بدأ الأمريكيون يتحدثون عن إحساسهم بالعزلة في العالم الصوت الغريب في العالم اليوم هو الصوت الأمريكي الأمر لم يكن هكذا في الأسابيع الأولى لكن اليوم بسبب هذا العدوان وهذه الدماء وهذه المجازر وأشلاء الأطفال والعدوان وقصف المستشفيات حتى العالم لم يعد يتحمل هذا الأمر هذا طبعا سيمثل ويشكل عام الضغط على الأمريكي وعلى الإسرائيلي ويجعل الوقت يضيق وفي الحقيقة الذي يستطيع أن يمنع أن يوقف هذا العدوان هو من يدير هذا العدوان وهو أمريكا هي التي تستطيع أن توقف هذا العدوان في إسرائيل اليوم في الكيان هناك مجموعة من الحمقى من المجانين من الغاضبين من الذين يفكرون بمستقبلهم الشخصي ومصيرهم الشخصي مثل نتنياهو مثل جالينت وأمثالهم الذي يدير هذه المعركة ويقرر هذه المعركة ويخوضها ويدعمها هي الإدارة الأمريكية وكل التنديد والاستنكار والضغط يجب أن يتوجه إلى الإدارة الأمريكية وإلى الأمريكيين وكل عوامل الضغط في منطقتنا السياسية الشعبية العسكرية الأمنية الاقتصادية إن أمكن يجب أن تتمركز هنا وبالدرجة الأولى على الإدارة الأمريكية لأنها صاحبة القرار الأول والأخير وأنا أتحدث إليكم لا أدري إذا انتهت القمة العربية الإسلامية أو لا اليوم هناك قمة تجمع 57 دولة عربية وإسلامية يعني 22 دولة عربية وإذا أضفنا إليها الدول الإسلامية غير العربية عنا 57 دولة عربية وإسلامية العالم وشعوب المنطقة والشعب الفلسطيني يتطلع إلى هذه القمة بمعزل عن توقعات اليوم قال الفلسطينيون كلمتهم هم لا يطالبون هذه القمة بإرسال جيوشها لتحرير فلسطين ولفك الحصار عن غزة لا يطالبونها بما يقولون أنهم لا يقدرون عليه ولكن يطالبونها بالحد الأدنى الحد الأدنى هو أن يقف العالم الإسلامي والعربي وقفة رجل واحد ويصرخ في وجه الأمريكيين ويطالبهم بحق أن يوقفوا هذا العدوان وهذه الحرب وهذه الجرائم اشتركوا في القناة